أعظم رجل قلبه كان معلق بالمسجد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يوم مرضه والحمى قد أخذت من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذه فوضعوا الماء لرسول الله في المخضب فبدأ يبرد على نفسه ثم قال احملوني إلى المسجد قال أصل الناس قالوا يا رسول الله هم ينتظرونك قال احملوني فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبرد على نفسه وأراد أن يقوم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم تخيل الحمى تشتد برسول الله ويقوم إلى المسجد فيغمى عليه فلبت مليا فأفاق بأبي وأمه ورسول الله فلبت مليا ثم أفاق فوضعوا له ماء آخر في المخضب فبدأ يبرد على نفسه وعلى جسده فلما أفاق قال أصل الناس قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك فلما أراد أن يقوم أغمي عليه مرة أخرى صلى الله عليه وسلم أي قلب هذا لا تنوم المحبين ولا تنوم العاشقين ولا تنوم المعلقة قلوبهم بالمساجد لأنهم عرفوا قيمة السجود عرفوا قيمة الركوع بين يدي الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق من الغيبوبة الثانية قدموا لي سبع قرب فوضعوا له القربة الأولى فبدأ يبرد على نفسه ثم الثانية ثم الثالثة حتى تقول عائشة رضي الله عنها فأشار بيده أن حسبكم ما كان النبي يقدر يومها أن يقول حسبكم أن يتكلم فأشار النبي بيديه أن حسبكم من شدة الحمى ومن شدة ما وقع على رسول الله من مرض شديد عندها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فأمر علي فلما وجد النبي نشاطا في جسده قال أين علي والعباس مروهما فليأتيان فأتيا علي والعباس فحملا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتهاذى بينهما حتى يقول علي فكان النبي يخط